إذن نناقش هذا الملف مع أضواء اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي حضرة النائب مساء الخير ونتحدث ترجيحات نيابية خصوصا من اللجنة المالية بوصول الموازنة 2023 إلى البرلمان نهاية الأسبوع المقبل ما هي المعلومات المتعلقة بعموم هذا الموضوع نتحدث هل لديكم تواصل مع وزارة المالية بشأن إكمال مسودة الموازنة والحديث أن الأسبوع المقبل يتم وصولها رسميا إلى مجلس النواب حضرة النائب بسم الله الرحمن الرحيم وحييك وحيي المشاهدين الأعزاء من المعلوم أن وزارة المالية هي التي تنجز مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2023 من الجانب التشغيلي من الإيرادات والإنفاقات ويكون لزام على وزارة التخطيط أن تقدم الموازنة الاستثمارية التي تتضمن المشاريع في الوزارات والمحافظات مشاريع المستمرة المشاريع الجديدة المتلكئة وبالنهاية وزارة المالية جمعت بين التشغيلية والاستثمارية وخلال أيام الماضية قبل سفر السيد السوداني كان هناك مراجعة لهذه المسودة بحضور ممثل عن وكيل وزارة التخطيط ووزير المالية وأمانة مجلس الوزراء وأعتقد خلال الأيام القادمة سيتم طرحها في مجلس النواب ليتم تحويلها إلى مجلس النواب قبل 8-12 باعتبار أن هناك عطلة تشريحية وبذلك سيكون لزاما على مجلس النواب إلغاء هذه العطلة أو تأجيلها لحين القراءة الأولى والثانية والمناقشة للموازنة وأعتقد سيكون هناك آراء واختلاف في وجهات النظر ولكن بالنتيجة ستصل الموازنة إلى المصادقة النهائية ونأمل أن تكون المصادقة مع بداية العام القادم لتأخذ الموازنة طريقها نحو التنفيذ ومن المتوقع أن تصل إلى 130 ترليون ونحرص على أن يكون هناك دور للحكومة في تقليص الإنفاقات الغير ضرورية وأن يكون هناك تفكير جدي بخصوص الإيرادات غير النفطية مثل القمارق والضرائب وغيرها من إيرادات مهمة من شأنها أن تزيد هذه الإيرادات وتقلص الفجوة في العجز المالي الذي يتوقع أن يصل إلى 10 ترليون 10 ترليون العجز المالي إذن نحن أمام لربما إلغاء للعطلة التشريعية عطلة الفصل التشريعي الحالي سيد معين لكن نتحدث عن قيمة الموازنة الحديث عن لربما ستصل إلى 130 ترليون دينار هل هناك تصور لدى البرلمان خصوصاً اللجنة المالية حيال هذا الرقم هل لربما سيؤدي البرلمان إلى ضغط الإنفاق وبالتالي نتحدث عن تراجع في الأرقام الرسمية من وزارة المالية طبعاً هناك جزء كبير سيكون هو لتأمين الرواتب لعام 2023 وكذلك لتخصيص مبلغ يعتد به للحماية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية قد يصل إلى 5 إلى 6 ترليون دينار عراقي وهكذا لا بد أن يكون هناك نأخذ بنظر الاعتبار الخطة والبرنامج الحكومي الذي دعا له السيد رئيس الوزراء ومنها النهوض بقطاع الطاقة الكهربائية النهوض بواقع الصحة البنى التحتية وأمور أخرى مهمة وضرورية من شأنها أن يكون لحكومة السيد السوداني دور مهم في النهوض الواقع الاقتصادي والتنموي في البلد وهذا ما نعمل على أساسه وسيكون هناك مراجعة للموازنة المسودة التي تصلنا لمجلس النواب ومناقشة مرة أخرى مع بعض الوزارات والقطاعات المهمة للخروج بقناعة مشتركة للمصادقة على موازنة تخدم البلد للمرحلة القادمة وخصوصا أن انطلاقها مع بداية العام القادم سيعطي دورا للوزارات والمؤسسات بالعمل الجدي بدلا من حالة تأخر الموازنة في دورات سابقة بعض الوقت تصل إلى الشهر السادس ولم تبلغ إلى الوزارات طيب في تقرير سجاد المسوي أحد النواب تحدث سيد معين عن أن البرلمان يحتاج إلى تقريبا ثلاثين يوما لإتمام المناقشة لموازنة عشرين الثلاثة وعشرين هل هذا الوقت كافي لمراجعة كل مضامين وتوبيبات الموازنة ونتحدث لربما وفق ما تفضلت به من معطيات وأرقام كبيرة هل نحتاج ثلاثين يوم أم أبعد حتى تكون الموازنة جاهزة للتصويت من قبل البرلمان طبعا بشكل تفصيلي مراجعة الموازنة وبعض الحين تكون مشابهة للسنوات السابقة في بعض أبوابها ممكن المراجعة ولكن ما يشجع على إكمال إقرار الموازنة أعتقد التوافقات السياسية الجارية حاليا والتي من شأنها أن لا يكون هناك اختلافات كبيرة من قبل مكونات الشعب العراقي والممثلة داخل مجلس النواب على مخصصات المحافظات أو الأقاليم وغيرها فلذلك مدة الثلاثين يوم قد تزيد بعض الشيء ولكن هذا يتوقف على الحكومة على وزارة المالية وعلى مصادقة مجلس الوزراء على هذه المسودة وإرسالها خلال الأسبوع القادم إلى مجلس النواب ليتسنى للمجلس المصادقة عليها خلال ثلاثين يوم أو أكثر قد تزيد بعض الشيء ولكن مع ذلك تعتبر هذه المصادقة مبكرة وجيدة تمنح الفرصة للحكومة لأن تنفذ خططها وأن تستوعب الموازنة كما تعلمون في سنوات سابقة ينتهي السنة المالية ولم يتم صرف المبالغ المخصصة للوزارات مما يؤدي إلى ضياع الطاقات وضياع الجهود وتدور إلى السنة اللاحقة نأمل أن يكون هناك استثمار جدي للوفرة المالية التي يتمتع بها العراق من خلال ارتفاع سعر النفط وسعر الدولار ولتنفيذ البرنامج الحكومي الذي دعا له رئيس الوزراء إذن الاتفاق السياسي لربما سيمهد إلى إتمام الموازنة بوقت سريع وهذا أيضا يشمل السيد سيد معين يشمل الحديث عن الاتفاق مع أقليم كردستان في الحصة حصة الإقليم بالموازنة أم سنشهد أيضا وجهات نظر متباينة وستؤخر إقرار الموازنة الاتفاق السياسي الذي تحدث عنه أيضا بشمولية فيما يتعلق بحصة إقليم كردستان خصوصا وأن الوفود بدأت مناقشة هذا الملف بالوقت الحاضر طبعا المناقشات والتوافقات السابقة حتى قبل تشكيل الحكومة لها دور مهم في تمرير الموازنة مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق المحافظات حقوق المحافظات المنتجة محافظات الوسط والجنوب محافظات المتضررة من الإرهاب وأن يكون هناك مراجعة لإنتاج النفط في إقليم كردستان والكمية المصدرة يوميا إضافة إلى موارد المنافذ الحدودية والمطارات والقمارق وغيرها التي أقرت في الدستور بأنها مالية تعتبر لتعود إلى خزينة الدولة أسوة ببقية المحافظات هذه الأمور وتفاصيلها سيتم مناقشتها والوصول إلى قناعات مشتركة ونأمل من الجميع أن يكون الهاجس الأكبر والمهم هو مصلحة البلد في هذه المرحلة وأن يكون هناك تضامن جماعي لتحقيق المنجزات وأن تسير الحكومة بالاتجاه الصحيح مع المحافظة على حقوق المكونات والأقاليم والمحافظات إذن عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي شكرا جزيلا